الرسالة الخامسة بقى حندخل بقى في بناء الهيكل يعني أو بناء بترام أنا بسميها رسالة رجاء هوب رجاء أصحى اتنين آية ثلاثة بالارتباط بآية تسعة آية ثلاثة بيقول فيها كده من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول وكيف ترونه الآن أما هو في أعينكم كلا شيء أنا أعمل سيناريو مع حضرتك لو حضرتك من الشيوخ اللي حضريني الكلام ده اللي رأوا بيت الرب هيكل الرب في مجده الأول في مجده الأول أيام الملك سليمان والدهب والفضة والجمال وحل مجد الرب والآن حضرتك شايف البيت مهدوم حتى الشوية اللي بناهم زروا بابل والشعب إن شغل ببناء بيتهم الخاصة انهدم هيكون إيش عورك هيكون إيش عورك كشيخ شفت المجد الأول وشايف البيت حالين مهدوم وفي مرحلة سبعين سنة الفترة سبعين سنة وبكده عادوا بنا شوية اللي بنا انهدم أكيد حضرتك هتكون محبط صح أكيد لما سأل حجي من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت اللي هو مكسر ده ومهدوم هذا البيت في مجده الأول وكيف طرونه الآن أما هو في أعينكم كلا شيء أنا أعتقد قاموا مجموعة من الشيوخ وقالوا له آه بس فكرتين ليه بأيام زمان يا حجي بس قلبت المواجه علينا ليه فين أيام زمان وفين الهيكل بتاع زمان وفين البيت بتاع زمان إحساسكم واحد أقول أنا محبط والتاني أنا حزين والتاني أنا فاشل والتالت أنا ما عنديش أي أمل قال له طب خد الرسالة دي خد الرسالة دي وعزا نطبقها على حياتنا وعلى بيوتنا وعلى خدمتنا يعني لابد أن نلمس الجانب العملي خد الرسالة يا كل محبط يا كل يائس يا كل فشلان من روحك يا كل فشلان في خدمة الرب آية 9 آية 9 مقد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مقد الأول قال رب القنود مش حق يا جماعة دا ربنا بيقول وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب القنود إنها رسالة رجاء رجاء نعم فأنا النهاردة بقول لكل واحد محبط بقول لكل واحد يائس لو أتى نبوخز نصر مش نبوخز نصر بتاع زمان لو أتى الشيطان النهاردة وضمر بيتك وضمر أسرتك وضمر أولادك إحنا في مجال خدمة مندخل البيوت الناس النهاردة منهارة جدا وحزينة جدا بسبب أولادهم بعاد عن الرب لو كان إبليس أتى وضمر بيتك وضمر حياتك وضمر أسرتك تعال النهاردة استقبل من الرب رسالة اسمها رسالة رجاء مقد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مقد الأول ولو في هذا المكان أعط السلام ياريتك تصدق وتيجي تطالب الرب بهذا الوعد أقول له بيتي خرب ده لو بيتي إيه الشخصي طيب ولو خدمتي خربت في واحد مرة أنقر المسيح ثلاث مرات وسبق لعد ده هنا إبليس دمر بيته دمر خدمته دمر مسبحه والرب يروح له عند يوحنة 21 عند محرط نهبرية أقول له تعالى بوترس تعالى نعم يا رب من الآخر يعني مقد هذا البيت الأخير أعظم من مجد الأول يا رب ده أنا مضمر ده أنا يائس أنا فشلان نروح يا رب قال له أنت طرع غنمي وفي أول وعزة جاء 3000 نفس المسيح وكان مجد هذا البيت الأخير يا سمعان بن يونة أتحبني أه ارعى غنمي أنا أرعى غنمك أيها رب ده مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول أردله اعتباره وكرامته ورسوليته كمان ومجد هذا البيت الأخير كان أعظم من مجد الأول واحد زي داود ضحف وسقط وزنى وقتل هنا كأن حياته تدمرت وخدمته تدمرت وبعدين الرب يرد نفسه عن طريق نساني النبي ويصل ويقول ربنا رد لي بهجت خلاصك وبروح منتدى بقى عضدني فأخفي خير شري لا أعلم الأثمة طرقك والخطاء إليك يرجعون إذن رسالة لكل محبط روحيا رسالة لكل فاشل روحيا رسالة لكل ساقط روحيا رسالة لكل واحد إبليس ضمر بيته ضمر حياته ضمر خدمته ضمر مزبحه تعالى الرب النهاردة بيدي لك رسالة رجاء مجد هذا البيت الأخير يوجد رجاء ترجمة نانسي قنقر